نعم تشغلنا الحياة في سائر أيام العام تشغلنا الشواغل وتصرفنا الصوارف ونضيع في زحمة الحياة وأشغالها وأعمالها ثم يقل ذكر الله أحياناً في حياتنا نعترف بتقصير ونعترف بتفريط وأنه بالكاد يصلي المصلي فينا وإن حافظ على السنن الرواتب وأذكار معدودة يقولها بعدها ولا شيء وإن زاد زاد أذكار الصباح والمساء وباقي يومه وليلته وباقي ما كُتِب في صحيفته كلامٌ وقيلٌ وقال ودردش وأحاديث وسواليف وزيارات أحسنًا وحالًا أن يكون كلامه مباحًا لا إثم فيه ثم ماذا؟ جئنا إلى رحلة الحج مدرسة وأعظم دروسها التي نتعلمها فيها كيف يُوطِّن وأحدنا نفسه على كثرة ذكر الله عز وجل ليس على ذكر الله بل على الإكثار من ذكر الله من أجل أن يكون قد أحصى في رحلته في حجه ألوف المرات استغفارًا وأضعافها تهليلًا وتكبيرًا وتحميدًا ومئاتٌ أو ألوفٌ مؤلَّفة من تلبيةٍ قالها عند حجه وإحرامه يتذكر هنا تمامًا قول النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يرنُّ في أذنيه كالصدى كلما فتر وضعُف عاد فذكره تدري ما قوله عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم ما أهلَّ مهلٌ قطُّ إلا بُشِّرًا ولا كبَّر مكبِّرٌ قطُّ إلا بُشِّرًا قالوا بالجنة يا رسول الله قال نعم بالجنة وفي حديث التلبية ما من مسلمٍ يلبي إلا لبَّ ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا حيث يبلغ صوتك بتلبيتك افعلها فسيلبِّ ما حولك من شجرٍ وحجرٍ وترابٍ وحصا يشهدُ لك يوم القيامة ويكون بإثر تلبيتك تكون حسناتٍ وبركات تُضافُ إلى صحيفتك تُرَ كم ضيَّع الغافلون والحُجَّاج الساهون الذين يغيبُ ذكرُ الله عن ألسِنتهم